اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتبمنها رسائل المهنيين وكلمات المتحدثين خلال الصلاة العيد اشتركوا في القناة وعيد فرحة وكل واحد عبر عن فرحته ويا رب يديم علينا هذه الفرحة وعلى كل المسلمين وعلى عموم شعب الاسوب في اين ما وجدوا على المسلمين عموما يعني وكل عام وانتم بغير اهلا وسهلا ومرحبا بك السيد محمد عصادك الله كيف رأيت اجوال عيد شكرا على الاستضافة احييكم الاخوة في قناة اميكو نشكركم على هذا التواجد وعلى هذه التغطية وكذلك على هذه الاستضافة ونقول لكم ولكل المشاهدين الكرام ولكل الاثيبين في كل مكان كل عام وانتم بخير عيدوا اضحى مبارك علينا وعليكم جميعا نسأل الله عز وجل ان يجعل بيوتكم ووطنكم وكل من تحبونه في خير وامن وسلام واستقرار ورخاء هذه هي اثيوبيا التي نبرزها بوجهها الحسن لنقول للعالم ان بلادنا تحكي وتجسد هذه الوحدة وهذا السلام عبر تواجد الاف بل عشرات الالاف من المسلمين الذين اتوا لاداء هذه الفريضة او لاداء هذه الشعائر شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك كما نسأل الله عز وجل ان يتقبل من اخواننا ممن ذهبوا الى الحج وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس نسأل الله عز وجل ان يتقبل حجهم وان يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وان يعيد الله علينا وعليكم جميع هذه الاعياد على اتم خير ونعمة نسأل الله عز وجل ان نكون دائما بخير وإياكم وبلادنا ايضا بخير الله اكبر الله اكبر حقيقة اليوم العيدة اللي فات شوية كان غير جيد لان المكان غير مهيئ والمكان غير مقادم والناس مسلمين ما صلوا جماعة كما ينبغي لكن اليوم الحمد لله المكان مناصب وهو ما تعود عليه المسلمون هذا المكان الذي سمح للصلاة فيه ونفس الشيء الجو كان جميلا يعني فرحنا فرح شديد والفرح كان عاما وكل المسلمين فرحوا واستفشروا ولله الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى أعاننا على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيما الأيام الباقية المجلس الإسلامي هذه السنة حاول أن يفرق من السنوات الماضية وأن يغير من السنوات الماضية كان في السنوات الماضية كانت مشكلة للمسلمين الآن لكن هذه السنة جعلها بطريقة حديثة ولله الحمد والشكر والمسلمين أدوا عادرهم وأدوا سلاماتهم ولله الحمد والشكر الحمد لله جزاك الله خير بارك الله أولا أقول للجميع الأثيوبيين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله نعيش هذه الأجواء في كل سنة بكل سرور وبكل بساطة لأن المسلمين الآن كما تعرفون كثير من منهم كثير من الدول الإسلامية والعربية حالة إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كثير من البلدان يعيشون المشاكل بسبب الحروب بسبب المجاعة يعني إن شاء الله يعني هذا العيد يكون آخر إن شاء الله في هذه المشكلات مشاكل لا نعيش إن شاء الله بعد ذلك وأنا يعني الآن مبسوط جدا جدا كيف يعني كنت طالبا في جامعة الأزهر في مصر لما كنا في مصر في أيام الدراسة كنا نصلي هكذا في 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 الإستاذ في المناطق في الإستاذ في نحن نقول ميدان المفتوحة يعني بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة عشت هذا المنظر والحمد الله كان شيء جيد ومنبسط جدا الحمد لله الحمد لله يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجامعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارها لك فول السنة فيك السور والهانة الحمد لك يا ربنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى هذا المليك المسلم مليك العادل لا يظلم فيه حد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هي ميزتها الاسبع من القديم التي تعرف بالتعايش مع الآخرين يعني بتؤطوا الحرية على الديان والأفكار وعي شيء هذه هي من نهنوا عندما نرى لا بد أن ننظر إلى أجدادنا كيف عاشوا ليس للمواطنين الذين تربوا وولدوا في هذه البلد ونبتوا في هذه الأرض حتى جاءوا من أي البلد الأخرى يئشون في هذه البلد بالأمن والسلام مطمئنين ويوعد لهم هذا اللي إشناه لا بد أن نرجع إلى هذا لذلك أن يكون مثالا كما كنا من قبل أن نرجع إلى الأولى كما كنا للآخرين الذين حاجروا إلينا حتى يجدوا الصلام والعمن والعتمئنان في أفريتهم في أديانهم هذا هو من نهن لثبيين لذلك العيد تذكرنا بهذا بهذا التاريخ المجد الذي إشناه نهن لذلك لا بد أن نرجع هذه التاريخ يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجامعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك كل السنة فيك السرور والهانة حمد لك يا ربنا إيضور سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرجال الصحافة فكثير من رجال الصحافة وكذلك من رجالات الامن وكذلك من الذين اسهموا في تغطية هذا الحدث ليسوا من المسلمين فحسب انما هم من الاثيوبيين فالشكر والتقدير لهم نوجه كل التحية والتقدير لابناء الشعب الاثيوبي في كل مكان وفي كل اقليم ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم الشباب الاثيوبيين الاثيوبيا تنتظرهم الاثيوبيا الذين عرفها مجدها وتاريخها وهذه الاثيوبيا الذين استقبلت وآشت وقانت سندا للآخرين الذين جاءوا ولجوا إليها لابد أن تكون لأوطان البلدان من يبني هذه البلد هم الشباب المستقبل لابد أن يعرفوا أن يعرفوا بلدهم أن يعرفوا قدرهم أن يعرفوا المستقبلهم أن يبنوا بأيديهم هذا الرسالة تبارك الله فيك عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير اتقال الله بأننيك يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجامعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك كل سنة فيك السرور والهانة حمد لك يا رَبَّنَا عيد lil سعيد let's enjoy this happy day عيدù مبارد come on let's celebrate عيدュ سعيد let's enjoy this happy day عيد electrical come on let's celebrate celebrate let's celebrate الله الله ترجمة نانسي قنقر نطلب من كل المسلمين ومن كل شعوب اسوبيا أن يفرحوا وأن يعيشوا في السلام وأن يطوي صفحة كل ما تسبب للمسلمين والشعوب هذه الألم وكل عام وأنتم بخير تنقضي الشهور بأيامها ولياليها وتجري مسرعة طوية صفحاتها ليأتي عيد الأضحى المبارك كختام مسك لسنة كاملة في التقويم الهجري ويكون هو أيضا نافذة عبور أمل إلى المستقبل المشرق واستقبال سنة هجرية جديدة بروح وآمال تفتح آفقا واسعة في الحياة عثمان محمد علي أديس أبابا تتقدم هيئة أمهر الإعلامية بأحاب التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك أدام الله علينا وعليكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقوى نورا أعاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والباركة ومع توافد الحديث وإطلالة يوم العيد أقول لكم عيد أبحان سعيد وعمر مدين ولتكن تحية العيد لهذا العام أبحان مبارك وعامر بالإيمان والمحبة يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجامعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك كل سنة فيك السرور وانهانا محمد لك يا ربنا عيد سعيد لنستمتع هذا اليوم عيد مبارك فياً لنستمتع عليه عيد مبارك فياً تباب عليه فياً لنستمتع عليه الله Benpod لنستمتع هذا اليوم عيد اشتركوا في القناة